تواصل الحضائق والمتنزهات على مساوى الجمهورية استقبال الزائرين في ثاني أيام عيد الأطحى المبارك حيث شهدت حديقة أم كلثوم والحرية إقبالاً كبيراً من المواطنين للتمتع بأجواء العيد وسط المساحات الخضراء والأماكن المخصصة لألعاب الأطفال أجواء من البهجة تسيطر على الحضائق والمتنزهات والتي تستمر في استقبال المواطنين في ثاني أيام عيد الأطحى المبارك فحديقة أم كلثوم تعد أحد أجمل الحضائق المطلة على كورنيش النيل وتوفر لزائريها مساحات خضراء وأماكن للجلوس مطلة على النيل هي حديقة مكلثوم دي من الحضائق العامة اللي عملتها المحافظة ودي بيبقى مكان يعني ترفيهي للمحدود الداخل حيث الناس اللي هم بتقدرش تروح النوادي أو الأماكن اللي هي العالية ده مكان كويس على النيل مو بتخرج فيه أنت وقسرتك بتقدر أن أنت يعني بمصاريف قليلة تتفسح وتقضي العيد في جو كويس إحنا في العيد بنزود الأعداد بتاعة الكراسي الترابيزات بنتعاون إحنا وإدارة الجنينة في نضافة المكان لاستقبال الجمهور بأساس كل حاجة تبقى متاحة للجمهور اللي إحنا تبقى كل حاجة موجودة ومستعدين للجمهور كله اللي شرفنا كما شهدت حديقة الحرية إقبالا كبيرا من المواطنين والتي تتميز بجوها الهادئ والمساحات الخضراء كما يوجد بها أماكن مخصصة للمشي والجري إلى جانب ألعاب الأطفال والله هنا أول مرة جي هنا وبجد يعني مش آخر مرة إن شاء الله بجد الأجواء حلوة قوي والناس اللي هنا برضو كلهم محترمين والجو اللطيف والقاعدة حلوة هنا هنا اتبسطنا في الحديقة والملاقة جميلة وكل حديقة جميلة وأصار حلوة وكل فترية جميلة برضو والله مقرسان طيبين الحديقة رحلة حلوة كده ونتمتع بيها ونسعد العيال معنا ورحلة سعيدة إن شاء الله أول مرة أجي هنا للحديقة مكان جميل إن شاء الله بإذن الله يعني وفسحة جميلة بإذن الله جميلة جداً يعني نقوم المرة خشها الناس وحصل في طارية وبصراحها جميلة جداً والأولاد ده فرحانين بيها وبتاعها حاجة ممتازة جداً وحاجة جميلة ويا ريت تتكرر في كل الميادين وفي كل المحافظات وفي كل الأماكن نجي ناس صبحية فقدرنا فقدر خفيفة عالشان موسي الجنينة ولا حاجة شربنا عصير وحطنا الحاجة برضو في مكان كويس ويروح لكافتارية ومشنا على الممشا بتاع الكورنيش فيه ألعاب أطفال جميلة جداً لأولاد استمتعوا يعني ولعدها هناك حلوة تحت الشجر جميلة جوه حره بس فيه أماكن حلوة يعني تعدي فيها أجواء احتفالية تستمر على مدار أيام عيد الأطحى المبارك وذلك وسط إجراءات تتخذ للتأكد من جاهزية مختلف الحضائق والمتنزهات لاستقبال المواطنين من الساعة التاسعة صباحاً وحتى منتصف الليل جرمين إبراهيم التلفزيون المصري